في لبنان أعلنت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ميشيل عون وقع مرسومة عيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينا عكر في منصب وزيرة الخارجية بالوكالة بعد موافقتها يأتي ذلك بعد تسلم عون من وزير الخارجية شرب الوهبي كتابا يطلب فيه إعفاءه من مهامه الوزرية وكان وهبي قد أصدر بيان اعتذار عما بدر منه من تصريحات مسيئة لدول المنطقة في السياق ذاته ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتصريحات التي أدل بها وهبي وقال أبو الغيط إن التصريحات وهبي افتقرت لللياقة الدبلوماسية مؤكدا بأنها تحمل تجاوزا بحق دول الخليج وعرب الأمين العام لجامعة العربية عن أسفه البالغ إزاء هذه التصريحات التي قال إنها تأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى كل الدعم من أصدقائه وأشقائه معنا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي المزيد من المعلومات حول هذه الوزيرة التي سوف تتسلم هذا المنصب بالوكالة تفضل دارين في الواقع هي وزيرة الدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء بالتالي المهمة التي أضيفت إليها ستحملها مهمة جديدة وهي إدارة وزارة الخارجية بالوكالة حصل هذا الأمر لأن هناك حسابات لدى فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر تحديدا رئيس التيار جبران باسيل في تعيين الوزير الذي يفترض أنه وزير بالوكالة الوزير دميانوس قطار كان وزيرا للخارجية بالوكالة ما يعني في حال عدم قدرة وزير الخارجية القيام بأعمالها أو تنحيه يفترض أن دميانوس قطار سوف يقوم بهذه المهام لكن حساسية فريق رئيس الجمهورية تأتي من أنهم يقولون أن لدى دميانوس قطار طموحات رئاسية بالتالي وصوله إلى وزارة الخارجية من شأنه أن يعزز ويمهد الطريق أمامه لتحقيق هذه الطموحات بالتالي سوف يتحول إلى منافس أو غريم لجبران باسيل الذي يحاول في كل معاركه إزاحة أي شخصية يمكن أن تنافسه في معركة رئاسة الجمهورية المقبلة إلى بعد انتهاء ولاية ميشيل عون طبعا يعني تعيين زينة عكر أتى لهذا السبب من دون أي اعتراض داخلي ومن سيعترض على مثل هذا الأمر طالما أن الممارسة السياسية كما يقول المحللون وصلت إلى مستوى من الانحدار يكاد يكون غير مسبوك وعبر عنه بشكل واضح المواقف التي أطلقها رئيس الديبلوماسية في لبنان الوزير شرب الوهبي عندما اتهم الدول العربية باتهامات سيئة وأطلق أحكام مشينة وأوصاف لها طابع عنصري شكرا لك دارين الحلوي في بيروت